موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الميادين ونبدأها بالعنوين أصبح الإعلام الحربي له الدور بارز في العملية التفاوضية ما تحت الطاولة وما فوق الطاولة تضامناً مع الإعلام اليمني الميادين تفتتح تغطية خاصة ضد قرار يوتيوب حجب العشرات من المواقع والمنابر اليمنية موسيقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة استثنائية لرافضي الخدمة مع التساع دائرة الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية موسيقى موسيقى الحركة لا تذهب إذا لم يتم الإفراج عن معتقلين الهندي يؤكد للميادين عدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة وهنية يلتقي عباس في أنقرة موسيقى الأسد يبحث مع موفد بوتين ملفي عودة اللاجئين والانسحاب التركي من سوريا ويتهم الغرب بافتعال الأزمات لتقويض مكانة روسيا موسيقى نستهل هذه النشرة من اليمن البلد الرازح تحت أزيزي رصاص أعلامي هذه المرة فسكون فوهات المدافع لا ينسحب على جبهة الأعلام اليمنية حيث الحرب ضروس والحصار على أشده ولهذا تفتتح الميادين اليوم شاشتها أو تفتح شاشتها في تغطية خاصة تضامنا مع الأعلام اليمني الذي يواجه حجبا بالجملة من مراكز القرار الغربية موسيقى 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 إذن أقدمت إدارة شركة يوتيوب الأمريكية على إغلاق ثماني عشرة قنات من قنوات الأعلام الحربي اليمني إلى جانب فرقة أنصار الله ووحدة الإنتاج الفني وقنوات أخرى هي خطوة تأتي في الوقت الذي يغرق فيه اليمن منذ أشهر في دوامة حالة لا حرب ولا سلم فلماذا هذا القرار اليوم وفي أي سياق يأتي؟ هذا التقرير لأحمد عبد الرحم حرية الإعلام في خطر هذه ليست المرة الأولى التي تتعمل شركة يوتيوب إغلاق قنواتنا وهناك العديد من المرات أكثر أو تقريبا ستين مرة أو ستين منصة من قنوات الإعلام الحربي تم إغلاقها في فترة الحرب والآن في فترة لا حرب ولا سلم تعاود الكرة حرب أخرى هدفها رأس الحربة الإعلامية اليمنية في مواجهة آلة الحرب الإعلامية للتحالف وتكشف النيات العدوانية تجاه اليمن ولسيما أنها جاءت في هذا التوقيت من اللاسلم واللا حرب كما يقول إعلاميون إغلاق قنوات الإعلام الحربي في هذا التوقيت له دلالاتهم من الناحية الإعلامية بأن المعركة الآن في هذا التوقيت هي معركة إعلامية بشكل أساسي وأيضا لأن الإعلام الحربي يمثل الحرب الأساسية في هذه المعركة إدانات محلية وخارجية واسعة لما وصفه الإعلام الحربي اليمني بالخطوة التعسفية التي تؤكد ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين للشركات العالمية الغربية واعتبرتها وزارة الثقافة في صنعاء سابقة جنائية خطيرة وعدها سياسيون وإعلاميون جريمة ضد حرية الرأي والتعبير في العالم من القتل والقصف والاستهداف المباشر وغير المباشر للإعلاميين ووسائل الإعلام اليمنية خلال أعوام الحرب إلى إغلاق قنوات ومنصات الإعلام الحربي اليمني في زمن الهدنة واللاهدنة فماذا بعد هذا الاستهداف؟ أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين عدسة الإعلام الحربي اليمني ورغم إمكاناتها المتواضعة أثبتت تفوقها على المكينة الإعلامية الضخمة لتحالف الحرب إذ وكب المعارك في أكثر من أربعين محور ووثق الدمار الذي حل بالأسلحة المتطورة بكل أنواعها أحمد زبيب تراجعت ماكينة التحالف الإعلامية الضخمة أمام عدسة الإعلام الحربي اليمني خلال سنوات الحرب وحدها كانت عدسة الإعلام الحربي اليمني التي تعيد الحقيقة إلى نصابها وتضع النقاط على الحروف كما تقول صنعاء في كل صولة وجولة في الميدان العسكري وفي أكثر من أربعين محور مواجهة بتغطية دقيقة وموثقة دور الإعلام الحربي هو دور أساسي في هزيمة العدوان وإخضاعه إلى أن وصل الحال بهم أن يفرضوا من تحت الطاولة أو يتواصلوا من تحت الطاولة في عدم بث معركة جيزان وهي معركة كبيرة جدا تلقى فيها العدو السعودي هزيمة نكراء واغتلقى فيها جيشها على وجه الخصوص هذه الهزيمة إلى وقت آخر وأصبحت الإعلام الحربي أو أصبح الإعلام الحربي له دور بارز في العملية التفاوضية ما تحت الطاولة وما فوق الطاولة في جبهات ما وراء الحدود في نجران وجيزان وعسيرة وفي الساحل الغربي وفي كل سهل وجبال وثق الإعلام الحربي المعارك وأهمها معارك نصر من الله وإن عدتم عدنا فأمكن منهم ومعركة البنيان المرصوص وغيرها الكثير من معارك استراتيجية سحقت فيها ألوية للتحالف ووثقت محارق للدبابات والمدرعات والطائرات النصر من الله كانت معركة نوعية خاصة لنا في مناطق حدودية وفي تماثم باشر مع العدو السعودي ودمرت فيها ثلاثة ألوية من أكثر الألوية عتادا وتجيزا وفنيا وعسكريا وخسر العدو السعودي فيها خسارة كبيرة ولعل الأسرى تجاوز أكثر من ثلاثة ألف سبع مسير إذن كان بعدسة الإعلام الحربي في الصف الأولى وفي الأنساق الأولى لها دور كبير أولا في رفع معنويات مقاتلين في إحباط معنويات العدو إضاحة صورة للعالم ثماني سنوات أثبت خلالها الجيش واللجان الشعبية بالصوت والصورة سقوط أسطورة الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتي استخدمتها السعودية في الحرب ودمروا كل أحلامها في تحقيق الانتصار كما يقول مراقبون أضحت كاميرا الإعلام الحربي اليمني أكثر ما يخشاه التحالف من بين كل الأسلحة اليمنية المتواضعة فقد نالت من مواكبتها انتصارات الجيش واللجان الشعبية من غرور التحالف وأثبتت فشل ترسانته العسكرية الضخمة أمام العالم أجماع أحمد محمد زبيبة صنعاء الميادين ونفتح النقاش أكثر في هذا الموضوع مع زميل أحمد زبيبة مرسلنا من صنعاء الذي يبقى معنا ونرحبك أحمد اليوم نفصل هذا الاستهداف الغربي للإعلام اليمني الوطني تحديدا لماذا هذا الاستهداف وأيضا تحت أي عنوين وبالضبط من هي القنوات والمواقع التي أو ما هي القنوات والمواقع التي تم استهدافها نعم هي عملية الاستهداف هي ليست وليدة اليوم هي سنوات من الاستهداف سواء الغربي أو السعودي بشكل مباشر للقنوات المطنية في اليمن عن طريق الاستهداف هذه القنوات وكانت الحرب منذ يومها الأول كان هناك استهداف ممنهج باستخدام العمليات العسكرية لاستهداف مواقع لهذه المؤسسات الإعلامية الوطنية في صنعاء وفي المحافظات بداية باستهداف البنية التحتية وامتدادا إلى استهداف حرية الكلمة التحالف السعودي ومنذ اليوم الأول كان يريد أول في البداية أن يلغي ما يتعلق بالرأي العام الداخلي في ما يتعلق بحقيقة الحرب في ما يتعلق بالمجازر المدنية التي كانت ترتكب باستمرار من قبل التحالف السعودي كان يراد من خلال استهداف الوسائل الإعلام الوطنية حجب ما يتعلق بهذه الحقائق حقيقة الحرب السعودية على اليمن في المقابل كانت المؤسسة الإعلامية اليمنية والوطنية متحركة بشكل كبير وجدت بدائل للمواجهة وضرورة أن تنقل مأساة الشعب اليمني وما يتعلق بهذه المجازر المدنية بخطوة بخطوة إلى أن وصلت إلى العالم وبذلك تبينت حقيقة هذه الحرب وهذا العدوان على اليمن طيب وبالتالي كيف يفهم المراقبون اليمنيون والإعلاميون اليمنيون عفوا ومن هم معنيون أيضا بهذا القرار هذه الخطوة من قبل إدارة يوتيوب من هي الأطراف التي تقف وراءه أي ضرر أيضا حققت هذه القنوات ليتم استهدافها بهذا الشكل نعم هو في الحقيقة وفي إطار تكميم الأفواه وما ترى صنعة وأيضا ناشطون إعلاميون إذا وجدنا أن 18 قناة تم حجبها من يوتيوب هذه القنوات هي تقوم بعبارة عن فيديوهات توثق الانتصارات للجيش واللجان الشعبية في جبهات الداخل وفي جبهات البدود وهو مرتبطة بشكل أساسي بالإعلام الحربي اليمني هذه النقطة هي ما جعلت منصة يوتيوب بضغط من قرار غربي بالإضافة إلى بالتأكيد أن هناك أيضا تدخل سعودي إماراتي لحجم مثل هذه القنوات توثيق هذه الانتصارات هي أثبتت وفضحت حقيقة الحرب على اليمن وأيضا الفشل العسكري الواضح للتحالف السعودي في جميع الجبهات هذه الفيديوهات والمصورة هي تتحدث عن 40 جبهة ومحور مواجهة مع التحالف السعودي وهناك سقطت كل رهانات التحالف السعودي في الحرب مشاهد شكلت صدمة للتحالف السعودي فيما يتعلق بإحراق آلياتها العسكرية بإسقاط طائراتها بتقدم الجيش واللجان الشعبية في أكثر من محور بالإضافة إلى أن هذه المشاهد هي أيضا خلقت تأثير كبير في ما يتعلق بالداخل اليمني وأيضا في الخارج هناك تغيرت الكثير من القرارات والقناعات فيما يتعلق بالحرب على اليمن وأصبحت السعودية والدول المشاركة معها في الحرب على اليمن محصورة في نطاق ضيق وأثبتت أن حربها فاشلة وأن لا يوجد هناك أي انتصارات حقيقية على الأرض وإنما كان هناك فشل عسكري واضح وأيضا تأثيرات في الجانب الإنسان شكرا جزيلا لك الزميل أحمد زبيبا مرسلنا من صنعه أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بيانا استثنائيا في ظل اتساع دائرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاءات للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية احتجاجا على التعديلات القضائية وشدد هاليفي على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج من اتخذ ما وصفه بالقرار الصعب بعد الامتثال للخدمة أو بعدم الامتثال للخدمة كما اعتبر أن فترات الجدل والأزمة تتطلب تأكيد القواسم المشتركة وجاء بيان هاليفي بالتزامن مع تقديرات بأن جهزية التشكيلات العسكرية وكفاءتها ستتأثران سلبا في ظل الانقسام الإسرائيلي العميق وعلى وقع الأزمة الداخلية المتفاقمة كان لافتاً اهتمام الأعلام الإسرائيلي بمشاهد قال إنها لمقاتلين من حزب الله يقومون بجولة على الحدود قرب مستوطنة أدوفيف في الجليل الأعلى وهم يرتدون زيهم وبعتادهم العسكرية الأعلام الإسرائيلي نقل عن مصادر في جيش الاحتلال أن مقاتل حزب الله لم يجتازوا الخط الأزرق لكن يجري الحديث عن خرق للقرار 1701 وأشر إلى القلق الذي يعيشه المستوطنون هناك وفي هذه الأثناء حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين على التوصل إلى توافق سياسي إسرائيلي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره أوستين مع نظيره الإسرائيلي أف جالنت وأكد أوستين أهمية التوافق على حوار سياسي في الأسابيع والأشهر المقبلة باعتباره عنصراً مهماً لديمقراطية قوية بحسب البنتاجون الذي أشار كذلك إلى أمنى أوستين حث جالنت على تصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين وإلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بدأت ليلاً واستمرت حتى الفجر وتصدى مقاومون لجنود الاحتلال في بلدة برقين في جنين أثدارت الشباكات المسلحة وفي محافظة طوباص تصدت مجموعة من الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة إثر حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين إلى تركيا حيث التقى رئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية لتعزيز أرضية الحوار قبل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والمزمع يعقده في القاهرة يوم الأحد المقبل وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردغان عباس أشار بعد لقائه أردغان إلى أن دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة خلال الشهر الحالي تأتي في إطار استعادة الوحدة ووضع برنامج وطني لمواجهة التحديات فيما شدد أردغان على التمسك بحل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة هو الدفاع عن رؤية حل الدولتين لا يمكن أن نقبل إجراءات لتغيير الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة وخاصة للمسجد الأقصى وأن الوحدة والمصلحة بين أشقائنا الفلسطينيين أحد العناصر الأساسية في هذه العملية فخامة الرئيس نواجه اليوم حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تسعى بكل قوتها لتدمير ما تبقى من أسس العملية السياسية أمام هذه الممارسات الإسرائيلية المتواصلة وساعي لتكريس الاحتلال وإدامته أقامت القيادة الفلسطينية باتخاذ عدد من القرارات الرامية لحماية حقوقنا الوطنية المشروعة في ظل صمت دولي غير مسبوك وعز عن محاسبة هذا الاحتلال على ما يقوم به من جرائم ضد شعبنا ومقدساتنا وهنا أقول هناك ألف قرار في الأمم المتحدة لم ينفذ منها قرار واحد لنا أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في اجتماعات القاهرة الهندي أوضح في حوار خاص مع الميادين أن الحركة اتخذت هذه الخطوة بسبب عدم وفاء السلطة الفلسطينية بوعدها بالإفراج عن معتقلي الحركة في سجونها هناك اتصالات بالأمس واليوم لم تتوقف هذه الاتصالات ولكن نحن لا نضعها في خانة الضغط لأنه موقف كان واضح الحركة لا تذهب إذا لم يتم الإفراج عن معتقلين يعني المعتقلين في سجون السلطة معتقلين سياسيين وكما قلت لك محاولة والله لا والله مش معتقلين سياسيين غير لا معتقلين سياسيين بناء على موقفهم ومشاركتهم في المقاومة وكان هناك وعد بالإفراج عن المعتقلين طبعا قبل الزيارة قبل الزيارة في ترتيب الزيارة أنه إحنا عم أهل 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 سهل الرئيس وكذا لكن طلعونا المعتقلين فيه معتقلين عنكم وكان فيه هناك وعود إخوانا بلهونا أنه كان هناك وعود بالأضافة إلى الاعتقالات السياسية وهذا الخطاب التصريحات لمسؤولين في حركة الفاتح أنه هذا حوار القاهرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الشرعية الدولية وخلافه من هذا الكلام اللي آكل عليه الدهر وشرب يعني ما إلو أي قيمة هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل الجزائر تصابق الزمن لإهماد ما تبقى من حرائق الغيبات بعد أن أخمدت العشرات في الشمال والشرق أهلا بكم من جديد أكد رئيس السوري بشار الأسد أن الغرب افتعل أزمة سياسية واقتصادية عالمية متسببا في عدم استقرار عالمي لتقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي باستخدام أوكرانيا أداة لذلك كلام الأسد جاء خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الروسي أليكساندر لفورتينييف والوفد المرافق حيث بحث ملف عودة اللاجئين السوريين والتعنط التركي بشأن الانسحاب من الأراضي السورية ونقل لفورتينييف تأكيد الرئيس براديمير بوتين استمرار روسيا في دعمها لسوريا أعلنت الدفاع الأمريكية تزويد أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة ومختلف أنواع الذخيرة البنتاجون أشار إلى مجموعة من المساعدات بقيمة تصل إلى أربعمائة مليون دولار تشمل أسلحة وأنظمة دفاع جوي ومدفعية ومدرعات وأسلحة مضادة للدروع إضافة إلى صواريخ ومسيرات وألغام وعدد كبير من التجهيزات الأمنية وصل وفد عسكري روسي برئاسة وزير الدفاع سرغي شويغو إلى كوريا الشمالية وفق ما أعلنت وزارة دفاع الروسية واستقبل الوفد في مطار سونان الدولي في العاصمة بيونجانج وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سوننام حيث سيشارك في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحليل الوطنية وأشارت وزارة دفاع الروسية إلى أن هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين الطرفين إلى السودان حيث يطلق عشرية الأطفال علاجهم في مستشفى الميداني تديره منظمة أطباء بلا حدود في تشاد على الحدود مع السودان بعد تشخيص حالتهم بسوء التغذية نائب منصق المشروع قال أن المستشفى استقبل مئتي طفل بينهم ثمانون في المئة يعانون من سوء التغذية ويأتي ذلك على خلفية نزوح أشخاص عديدين من السودان على خلفية استمرار الاقتتال الداخلي لدينا مئتا طفل مريض هنا ثمانون في المئة منهم يعانون سوء التغذية المستشفى يتسع لخمسة وثالثين إلى أربعين مريضاً لكن مع تزايد وصول اللاجئين بات يضم أكثر من ثلاثمائة فرد رحلة وصولهم إلى هذا المستشفى معقدة لذا وصلوا متأخرين وكان الكثير من المرضى في حالة خطيرة أكدت وزارة الداخلية الجزائرية نجح مصالح الحماية المدنية في إخماد ثمانين في المئة من الحرائق المندلعة في البلاد وذلك بعد تعزيز العمليات بالموارد البشرية والعتاد وتعاضض الإمكانيات بين الولايات وذكرت الحماية المدنية أن أحد عشر حريقاً من أصل نحو مئة لا تزال مستمرة في سبع ولايات شمال البلاد وشرقها حيث يكافح رجال الإطفاء بإخمادها بعد أن تسببت في مقتل أربعة وثلاثين شخصاً على الأقل بينهم عشرة جنود وإصابة أكثر من ثمانين شخصاً منذ يوم الأحد الفائت والآن إلى العنوي أصبح الإعلام الحربي له الدور بارز في العملية التفاوضية ما تحت الطاولة وما فوق الطاولة تضامناً مع الإعلام اليمني الميدين تفتتح تغطية خاصة ضد قرار يوتيوب حجب العشرات من المواقع والمنابر اليمنية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة استثنائية لرافضي الخدمة مع اتساع دائرة الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية الحركة لا تذهب إذا لم يتم الإفراج عن معتقلين الهندي يؤكد للميدين عدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة وهنية يلتقي عباس بأنقرة الأسد يبحث مع موفا دي بوتين ملفي عودة اللاجئين والانسحاب التركي من سوريا ويتهم الغرب بافتعال الأزمات لتقويد مكانة روسيا للمزيد زوروا صفحات الميدين على الانترنت الميدين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية للمزيد زوروا صفحات المزيدين ويقبوا للمزيد زوروا صفحات المزيدين والإستمرار الأزمات لتعرف موسيقى اشتركوا في القناة